ده شهر برج الكوس وكلامنا دلوقتي هيكون عن برج الكوس برج الكوس برج ناري ايه بقى الصفات الاساسية دي هو ده اللي نعرفه دلوقتي برج الكوس صفاته مميزاته وعيوبه طيب عايزة اقول انه برج الكوس اولا اكتر برج انا بشوف عندهم تفاؤل هم عاملين كده زي الحاجة الحلوة اللي تيجي في حياتك تديكي تحلي حياتك فهم يعني عندهم حضور حلوة عندهم يعملوا روح مرح حلوة وهم دايماً بيحبوا الحياة فيها طاقة ونشاط وحركة وبيحبوا الضحك عموماً يعني او يحبوا المرح يعني مارحين جداً كمان عندهم حماس وجرأة فضيعة يعني عندهم من صفاتهم الكويسة الحماس والجرأة والشجاعة عندهم كمان يعني شوفيا لو بصينا للرمز ممكن يوضح لنا كتير الرمز بتاع برج الكوس الكوس الرمز بتاعه حاجة كائن خرافي كده اسمه الكنتور الكنتور ده طبعاً كنتور مش كنتور بتاعنا بالزفت او باللاتيني بيقولوا عليه السنتورس اه خلينا سنتورس دي حلوة بالعربي اسمه كنتور كنتور السنتورس ده بيبقى نصته حصان والنص التاني بني ادم دك طبعاً كائن خرافي بس ده بيعبر جداً عن شخصية الكوس اللي هو نصه مثالي مثالية الانسان ونصه عنده شرصة الحيوانات يعني او سرعة الحصان وتهوره يعني الحصان بيجري اه فده يعني هو نصه مادي ونصه مثالي اه وهو دايماً بيبقى عنده الحتتين دول عاملين له شوية بايع ما بينهم تشوش يعني ممكن يبقى فيه شوية تشوش ما بين المثالية والمادية اه ده الرمز مبدئية مبدئية فده برضو بيوضح لنا صفات كتير اللي هي زي ما قولنا الحماس والجرأة والشجاعة زي الفارس عارفة فارس واخد الحصان وبيجري كمان عندهم حاجة جميلة جداً حب المعرفة يعني انا بشوف انه هم محبين جداً للتوسع والمعرفة هو كمان الكوكب المسيطر عليهم هو كوكب المشتري المشتري ده اكبر الكواكب في المجموعة الشمسية وده اللي بيخليهم محبين جداً للطموح والتوسع وده بيكون سبب انه هم يكونوا محبين للمعرفة برضو حبين يعرفوا كل حاجة بس اوقات في بعض الاحيان توصل للفضول يعني انه هم يعني حب معرفة انا دخلنا في العيوب فضول شوية اه اه انا ساعد يعني بقول المميزات مع العيوب مع العيوب بس هقول حاجة فيهم جميلة او انه هم بيحبوا يعيشوا كويس يعني بيحبوا يعيشوا مستمتعين بالحياة مش بيحبوا النكد فدي حاجة جميلة بس لما بيقرروا ينكدوا بيبقى نكدوا نكد صر ها رهيب بس ده بيكون نتيجة انه هم متفقلين بزيادة فبيحبطوا جداً من كتر ما هم متفقلين وبعدين يفاجئوا ساف التوقعات مش قد ما هم شايفين مش زي ما هم متوقعين فبيكون الاحباط كبير على قد التفاقل يعني يمكن هو عنده ميزات بتدخله شوية بتقلب لعيب اه اه زي ما احنا بنقول دلوقتي غصباً نلاقي ميزة قلبت شوية بس لو بالغ فيها ممكن تقلب لعيب فيه كمان حاجة حلوة هي حلوة ووحشة برضو ميزة وعيب انه هم عينيهم دايماً على الهدف دايماً اهدفهم علي لانهم طموحين فاهدفهم دايماً علي ماسك السهم وبينشن على الهدف اه ويفضل وراء هدفه لغاية ما يوصله بس احياناً يعني من كتر ما هو مركز على الهدف ما بيشوفش اللي حوالي اللي حوالي يعني دي بقى هنا اللي ممكن يبقى العيوب اه انه هو تركيزه على الهدف ساعات ما يخليهوش كمان يشوف الطريق مايركزش في التفاصيل فيقع في حاجة فيقع في حفرة قبل ما يوصل الهدف قبل ما يوصل الهدف وبس بينفعهم جداً المرونة بقى من صفاتهم الرائعة انه هو حتى لويع في حفرة هو مارن جداً مارن ولا ملاوع عشان نقولي دايماً بتجاملي الناس مارن ولا في حتة لوع ممكن يعني احياناً مش كلهم بس هو يعرف يعني بس هي حقولك حاجة هو بيعرف يتصرف يعني نقدر نقول بيتصرف يروح عامل شقلباز وطالع من الحفرة على طول بس برضه اه يعني انا بحب ان بتقولي مش كلهم طبعاً ناس ونس في ناس مارنة ونسمى لوع على فكرة كمان عايزة اوضح حاجة انه رقم اليوم بيفرق بيفرق احنا دايماً رقم اليوم ده بتعلمين انه ما ينفعش واحد زي سبعة زي عشرة كل حد لي حاجة فيه ارقام تخلي الصفات دي تبقى مبالغة فيها شوية اه طيب هنقف عند النقطة دي ونطلع على فوصل ونرجع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة